الزمالك خرج من الباب الكبير. مبدئيا كده عشان مدكش بحاجة في وشك. متقوليش باب كبير وباب صغير والكلام ده عشان انا مش واقفين في ورشة نجارة. الزمالك خرج من دور ابطال افريقيا من دور المجموعات. مفيش حاجة اسمها هالزمالك خرج من الباب الكبير. اصل الزمالك خرج بشرف. اصل الزمالك عمل وتعمل عليه مصرحية. كل ده لا يذكره التاريخ بشيء ويذكر فقط ان اخرجت من دور المجموعات في مجموعة كان ممكن انت تسعد فيها الاول وفيها تنجت وفيها الملودية اللي مش عارف ده يعني يا بخت. يا بخت اللي هيقابل الملودية ده في الادوار اللي جاية وفيها الترج اللي انت اديه تفوز رايح جاي. الدور اللي بيخرج فيه الفرق الضعيفة المفروض. الدور اللي بيخرج فيه الفرق اللي هي يعني عارفة ان هي ممكن تطلع تالت رابع. ممكن تناكس شوية وتطلع تاني وتاني من مفاجأة. ولكن كل بطولة بيبقى كل مجموعة معروف مين اللي هيصعد فيها اول وتاني. وبالنسبة كمان للزمالك المفروض ان هو هيطلع اول او تاني. كل سنة. ولكن خرج الزمالك او انا بقى مش هتكلم النهاردة على الزمالك. انا هقول في كلامي خرجت لعيبة الزمالك وقررت تخرج من دور المجموعات البطولة اللي الزمالكوية كانوا حطين فيها امل كبير. خدنا الكمفيدرالية بناخد اهو. المشكلة الموضوع مش صعب وجينا في الكمفيدرالية من منتجة نقط كبيرة وعدينا ووصلنا وخدنا البطولة. المشكلة خدنا السوبر الافريكي. الله 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 الله. طب ما احنا بناخد اهو. يبقى الدور اللي جاي على ايه? على دوري ابطال افريقيا. وبالفعل السنة اللي فاتت وصلنا للنهائي. وطمحنا كنا ناخد البطولة ولكن قدر الله ما شاء فعل مع ماتش عظيم جدا. الاهلي هو اللي خد البطولة. ازا الموضوع مش صعب. ازا طمحنا في الفين واحد وعشرين ان احنا ناخد دوري ابطال افريقيا. ولكن ده كجمهور كان بيفكر كده. ولكن لعيبة الزمالك قررت ان هي تخرج في عشرين واحد وعشرين من دور المجموعات. وتاخد تالت المجموعة. ويسعد عليها الترجي والملودية. خرجنا بالفعل بعد ما كنا خمسة وتسعين ستة وتسعين في الماء من جمهور نادي الزمالك عارف انه هيخرج. والخمسة في الماء التانيين يعني بينكفوا وبيشكسوا ان ممكن ممكن يحصل حاجة والزمالك يصعد. وطبعا كلنا كنا متمسكين بالامل اللي في ربنا. ولكن لكل مكتهد نصيب. الزمالك للأسف ما اكتهدش او لعبت الزمالك انا قاسفش اقول الزمالك اقول لعبت الزمالك في كل حاجة. لعبت الزمالك للأسف ما اكتهدتش البطولة دي الا في اخر مبارتين لما اتزنقوا. لما تزنقوا. وده يبن لك في ايه? يبن لك النهار ده في حزم امام بعد ما تغير وهو ماسك الموبايل وبيبص على المباراة الترجي والملودية وعينه كلها ندم. عينه بتقول لو يرجع بينا الماتشين اللي فاتوا دولت لو يرجع بينا من اول المجموعة تاني. طب اكسب يا ترجي واحنا نصلح الغلط اللي احنا عملناها. طب يا رب بقف معانا النهار ده بس والترجي اكسب الملودية ونصعد. واحنا ندمانين عينه وهو والدكتور اللي بتفرجوا على المباراة. كلها مش حزن. كلها ندم. انا قرتها كده. قرتها كلها ندم. لو كنا. لو نرجع. لو الترجي ونكسب ونعدي. وخلاص. يعني هناخد بالنا في اللي جاي. ولكن يا عم حازم. يا زومة يا كابتن الفرقة. الندم في الاخر ما بيفيتش بحاجة. اللي بيكسب هو اللي بيصعد. وانت اول اربع ماتشات. انت وزميلك. جايبين اتنين بونت. اقنعني. اقنعني. اوعد انت مع نفسك وزميلك كده. في قوضة المحاضرات. قلهم يعني ايه يا شباب كنا عايزين نصعد واحنا اول اربع مباريات. متخيل يعني اربع متشات. متخيل يعني ايه? اربع متشات تجي فيهم اتنين بونت. وعايز تصعد دور التمانية. وعايز تكمل في البطولة. يعني مش متخيل. مش متخيل فريق عايز يصعد وهو عامل البداية دي. بداية زفت. بداية سلمت لكل واحد من الزميلكوية. اه خلاص يعني كرار كده ان احنا خارجين من البطولة حتى لو احنا عملنا اخر متشات. وبالفعل اللي دايقك ان هما لما عازوا فازوا. لما عازوا فازوا. فازوا على المولدية هناك وفازوا على تونجت هنا. وقدموا متشين في منتهى الروعة. رغم ان انت كان ممكن تقدم كل ده في كل الماتشات وتصعد عادي. عايز اقول لك على حاجة دايقك لو تعرف انك في كل مباراة من اللي ضيعتها جبت بنت واحد بس كنت صعدت النهاردة بدون اللجوء لحد. لو كنت فزت على المولدية هنا اللي انت عملت عليه حاجة غريبة حاجة غريبة وضيع فرص رهيب كان زمانك صاعد. لو كنت تعادلت مع الترجي هنا شوف انا بقول لك ما تكسبوش يا سيدي لو كنت تعادلت مع الترجي هنا كنت صعدت النهاردة تسعة بنت وبالمواجهات المباشرة على المولدية ما كنتش مستني حاجة من حد. نيجي بقى لحاجة التانية وهي مهزلة رادس او مسرحية رادس. لو كزمالكاوي كنت مقتنع ان في حاجة غير كده هتحصل يبقى انت كنت بتضحك على نفسك وغشيم ما تزعلش مني في الكلمة. لو انت شايف ان الترجي هيلعب لك ماتش قوية يبقى انت غشيم ما تزعلش من اخوك في الكلمة. لو شايف ان هم هيطلعوا بنتيجة تانية غير التعادل يبقى انت غشيم وما تزعلش مني في الكلمة. لو شايف ان هو هيلاعب كل نجومه ويعرضهم للانزارات ويعرضهم للاصابات ويعرضهم للالتحامات ويعرضهم للبلاو دي كلها يبقى انت غشيم وما تزعلش مني في الكلمة. السيناريو ده كان لازم يطبق في مباراة الترجي والمولدية بحزا فيرو انا اجيب جون انت اجيب جون الحياة سعيدة نصعد احنا الاتنين ايه اللي خليني اصعد الزمالك. اقعد فكر مع نفسك قلتها لك ميت مرة ايه الدافع اللي يخلي الترجي يصعدك? على قد ما انت دايس على وشه هو عايز ينتقم منك. دايس على وشه ازاي? السنة اللي فاتت انت اللي مخرجه من دوري ابطال افريقيا. سنة اللي فاتت انت اللي واخد منه سوبر الافريقي. ومش هزايم حلوة كده. ده هزايم جميلة لزيزة تلاتات 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 تلاتات. زي الاغنية بتاعة توقفونا تلاتات تلاتات. جسة نادي انتقام. عايز انتقم منك. وبالفعل نجحته ان هو ينتقم منك بكل الطرق. تخيل يا اخي لعيبة الزمالك نجحت الترجي ان هو ينتقم مننا بكل الطرق. ازاي? فاز علينا هناك. فاز علينا هنا. خرجنا من البطولة واحنا مش قصاده. يعني هو يعني في بوست كده نزل على الفيس بيقولك الترجي هزم الزمالك. زهابا وايابا وغيابا. يعني كسبنا زهابا وايابا وغيابا واحنا مش موجودين في مباراة. لعيبة الزمالك سمحت للترجي ان هي تنتقل منك بكل حاجة. بفوز ماشي ريح جاي ماشي. بان انا احرق دمك وتعادل مع الملودية ماشي وخرجك من البطولة ماشي. شكرا لعيبة الزمالك على حرقة الدم اللي احنا فيها دي. وترجع في الاخر تقول لي مسرحية رادس والهزلية ومش الهزلية لأ لأ لأ. المسرحية زبطت وتعملت وحكمت كده زي ما هي. انا هجيب جون ترجي والمولودية هيضغط شوية ويشوف بقى الجمال والحلاوة. اه جاب جون وتلغى وكان اوف سايت بص 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 احنا بنلعب بقوة ازاي. وبعد كده المولودية اه جاب جون تاني وتعادل. بعد كده بقى اللعيبة خلاص جالها شد وكرامبات ومش قادرين نجري بقى لعبين ست مباريات في البطولة دي فاحنا خلاص تعبنا واجهدنا وارهقنا وسفر رايح وجاي. مبررات يا سيدي كلها مبررات. وانا خلاص يعني لعبتي بريح عشان الانزارات اعمل اللي تعمله. طلع بعد المباراة. علش الفيديو ده هيتطول شوية ولكن خليك معي للاخر عشان بس الواحد يكون طلع كل اللي عنده. آآ نصفة من موضوع افريكا ده خالص ونشوف موضوع جديد. طلع بعد المباراة مجلس ادارة نادي الزمالك بقولك هنتقدم بشكوى في خلال يومين الى الكاف عن مصرحية رادس الهزلية. اه تتقدم بشكوى تقول لهم ايه بقى? قل لي الشكوى هتقول لهم ايه فيها? هتقول لهم ان انت اول مباراة عادلت مع المولودية. مخدتش بالك. روحت تاني مباراة عادلت مع تونجت. مخدتش بالك. روحت تالت مباراة هزمت من الترجي. مخدتش بالك. كل ده انت لسه مش مدرك. روحت رابع مباراة هزمت من الترجي مخدتش بالك. فانت جاي دلوقتي تشتكي الناس دي كلها اللي انت اصلا كان ممكن تدوس على وشهم رايح جاي. واتلخص الموضوع ده كله. فراح تعمل شكوى دلوقتي في المهزلة بتاعت رادس. انا من رأيي انا من رأيي الزمالك لا يستحق لا يستحق الصعود في هذه المجموعة وفي هذه البطولة. طيب يا عم سامة انت بتقفلها في وشينا يعني خلاص يعني قمنا نقطع ايدينا بموس ولا نقوم ننتحر ولا نقوم نعمل ايه. الموضوع وببساطة خرجنا من دورة ابتال افريقيا نشوف اقرب حاجة جاية ايه? اصلية مش نهاية. ويا ما خرجنا من بطولات ويا ما خسرنا بطولات الزمالك واي فرقة في الدنيا بتخسروا وبتطلعوا وبتخشوا وبتيجوا وبتتعادلوا وبتهزم وبتضيع. ولكن ياريت نتعلم شوية بقى من الدروس اللي احنا عملين اخدها على مدارة السنين اللي فاتت دي علشان نبتدي نحصد شوية قدام بطولتين تلاتة بطولة بطولتين تلاتة يبقى كل موسم فيه كده شوية حاجات حلوة تفرح الناس. وزي ما انا قلت الفيديو اللي كان قابل الماتش على طول لو خرجنا ايه دوري وكاس وفرح الناس. مفيش حاجة غير كده قصاد الزمالك. خروجك من دوري ابطال افريقيا يعني خلاص بنهيلك على البطولة وعلى السوبر الافريقي وعلى حلم كاس العلم للاندية وعلى حاجات كتير قوي. ازا ترجع محلي تاني. ترجع للدوري والكاس. ركز فيهم تقدر تاخدهم وتفرح الناس. عندنا اقرب حاجة اقرب حاجة مطش مسلا يوم الاربع في رمضان كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم. والزمالك تاريخيا ما تبقاش زمالكاوي. ما تبقاش زمالكاوي لو معرفتش ان الزمالك تاريخيا لازم ينكد على جمهوره رمضان والعيد. رمضان والعيد. صباح الخير يا رمضان نكد. ساء الخير يا عيد نكد. فاحنا تاريخيا عندنا الموضوع دوت. فخلاص اقرب حاجة يوم الاربع اللي جاي تاني يوم رمضان. الزمالك وحرس الحدود دوري لتنين وتلاتين كاس مصر. بطولة لازم نحاول فيها مش نحاول فيها لازم ناخدها عشان نعود البطولة الكبيرة اللي احنا ضيعناها. بطولة تقريبا كلها من اتنين وتلاتين ستتاشر تمانية قبل النهاء النهائي يعني خمس ماتشات البطولة كلها تكسب الخمس ماتشات تاخد كاس مصر. ما يدرش. ما يدرش ابدا. ابدا بطولة تخش دولابك ونفرح ونقول الحمد لله خدنا كاس مصر. بطولة زي كاس مصري دي بتودك للسوبر المصري بطولة. برضو تخش الدولاب نسقف ونقول الحمد لله خدنا السوبر. ولكن يبقى الاهم 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 دلوقتي هو بطولة الدوري. ياريت ياريت بعد اذن حضراتكم تركزوا على بطولة الدوري. اللعيبة تركز على الدوري السنادي. الدوري السنادي من اهم الخطوات اللي لازم الجيل دا يعملها قبل ما ينتهي بقى. قبل ما ينتهي واللعيبة تتشتت وتتفرق وتروح كل حتة في حتة. والحتة دي هتاخدنا لنقطة عايز اكلمكم فيها وتسألت كتير فيها قوي على الفيس بعد المتش. يا اسامة يا لعبت الزمالك هتمشي. هو اللعيبة هتتفرق? الله اعلم. بس انا يعني من رأيي هل في دافع ان لعيبة غالية زي ساسي وشرقي وزيزو ومعرفش مين ومين اللعيبة اللي هي دلوقتي جايلها عروض وجايلها ارقام. هل في دافع ان هي تقعد في النادي بعد ما خرجت من بطولة كبيرة زي دوري ابطال افريقيا? هل في دافع ان هم يعودوا يكملوا في دوري محلي فقط دوري وكاس? نلعب بقى المقصة وديجلة والاتحاد والمصري وهكذا لان خلاص ما فيش اي بطولات تانية. هل في دافع يعودوا مع كلة الفلوس ومع قلة الموارث في النادي ومع خروجنا من البطولات المهمة? ويستحملوا كل ده? ويضحوا بفلوس فاندية تانية برة سواء الخليج سواء قطر سواء تركيا سواء الجن الازرق اللي جاي معرفش ايه? هل يضحوا بكل ده من اجل دوري وكاس? الله اعلم. من رأي من رأي الشخص يعني على الاقل في اتنين تلاتة من اتنين لتلاتة كده ممكن يمشوا من النادي مع قلة الدوافع اللي انا قلت لك عليها دي. كم ممكن لو صعدنا في افريقيا? انا مسلا كاسامة لو بالعب في الزمالك وباخد مبلغ وجالي عرضة فكر كده وقالي يا لا انت ممكن تلعب في افريقيا وتاخد افريقيا وتتنجم وتبقى انت ايه? تروح السوبر الافريقي والاهم انك تروح كاس العالم للاندية. ففي دافع يقعدني في النادي. ولكن واحد خرج من كل حاجة ومش بقيله قلة دوري وكاس. فايجي مسلا اتنين تلاتة كده الشيطاني والزوم انا ماشي مش مكمل اروح للفلوس واروح لبطولات تانية اكمل فيها. ففي النقطة دي اقدر اقول لك ان من اتنين لتلات لعيبة كده في الرنج ده ممكن يمشوا من النادي. عايز اتكلم في نقطة كمان اخيرة مش هطول عليكم اكتر من كده. ادارة الزمالك بعد المباراة بتقول لك خصم مالي كبير من كل اللعيبة. خصم مالي كبير من كل اللعيبة. يا خابر ابيض لو كل لاعب عنده طبق كشري مليان على اخره كده. وجيت انا خدت منه معلقة. اللاعب ده يحس بحاجة ولا الهاو. خد يا سيدي معلقتين انا كمان ما بحبش الكشري. خد يا سيدي تلات معالي. فما تتحكش علي وتقول لي خصم مالي كبير من كل اللعيبة. اه بقى واحد زي انا فقير على قده وطرجة مطلع عينه والمرتب والتأخير ورايح جاي والمواصلات. استفاد ايه? استفاد ايه بقى بالخصم المالي الكبير ده. بعد ما خرجت من افريقيا وبعد ما تنكد علي وبعد كل ده. هو عنده طبق كشري انت خدت منه معلقة. انا استفدت ايه? معرفش. فخصم مالي ده واتمتعرفش بتحكوا بينا عليه ولا بتحكوا بيهم على اللعيبة ولا على نفسهم ولا ايه بالزبط. هتقول لي يا عم اسامة نوع من انواع العقاب. يا سيدي ماشي. نوع من انواع العقاب. حلو جميل. ولكن. من عوابنا احنا بقى عن التحرقة الدم اللي احنا عايشينها دي انا معرفش. ودي بقى الاخر حاجة في كلامنا النهاردة. الزمالك الاربع اللي جاي مع حرس الحدود بطولة كاس مصر. ثم بعديها الدوري هنشجع زي ما احنا وهنكمل زي ما احنا. ومع نادي الزمالك للاخر. لعبة نادي الزمالك بتروح وتيجي. الاجهزة الفنية بتروح وتيجي. الادارات بتروح وتيجي. يبقى نادي الزمالك وجمهوره فقط. مكملين مع نادي الزمالك. وربنا كريم الفترة اللي جاي. سلام عليكم.